السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والأهل ينهي صفقة ياسر حمد وميشيل ترمانيني وعصيان وسام أبو علي ويتنازل عن مستحقاته لأجل الأهل وسبب خناءة مجلس إدارة الزمالك أعرف الصح أستأذنك يا صديق العزيز ما ننساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان ما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب كلنا عارفين إن النادي الأهلي عمل عنده إدارة يعني اسمها إدارة السكاوتينج الإدارة دي للسكاوتينج أو لاكتشاف المواهب والبحث عن اللاعبين والإدارة دي موجودة في الأندية العالمية وهي إدارة مميزة جدا جدا طب بتفرق إيه الإدارة دي عن أي نادي تاني بيجيب لعيب هقول لك معظم الأندية ما بتحب تجيب لعيبة بتكلم وكلاء اللاعبين أو بتكلم بعض مكتشفين المواهب اللي مش متعقدين مع النادي أو الحرين اللي هو مكتشف مواهب حر مش شغل في أي منظومة ويقول له قول لي لعيبة من عندك ورشحهم لي وبعد كده ياخدوا ليهم سيديهات وفيديوهات يروح يفرجوا المدير الفني عليها وياخدوا رأيه فيها يقول لهم حلوين ولا وحشين يروحوا الوكيل اللاعبين يقول له عندك كمين متاح يقول له كذا 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 وكيل اللاعبين هو اللي يروح النادي أو مكتشف المواهب ويعرض عليهم بعض المواهب وكذا ولكن الأندية العالمية الكبيرة والأوروبية بالتحديد عندهم إدارة كاملة اسمها إدارة السكاوتينج أو إدارة اكتشاف المواهب يعني ممكن يروحوا يسافروا دول في أفريقيا كتير جدا ويخشوا مجاه الأفريقيا ويروحوا أسيا ويروح أوروبا وينزلوا يتفرجوا على مطش مثلا في دوري هواء في دوري نيوزيلاندي يتفرجوا على مطش في دور الدرجة الرابعة الإنجليزي دوري المحترفين يعني كده فاهم فبيروح كل مكان وكل حد فإن الأهلي عين إدارة زي دي عنده فده في حد ذاته نجاح كبير جدا واستكمال لطريق العالمية لمشي الأهلي لأن واحد يجي يقول لي استكمال ولا بيجي يقول لي استكمال لأن اللي يقول إن الأهلي مش نادي عالمي يبقى عنده مشكلة في مطابعة كرت القضاء ما ينفعش إن زمالكويتي وحبي الشديد وعشقي لنادي الزمالك يمنعني من إن أقولي الحق ويقول إن الأهلي نادي عالمي مش نادي عالمي بالكلام نادي عالمي بالأرقام وبالإثباتات نادي داخل تسع مرات كسعة من الأندية نادي واخد مية وخمسين بطولة في مية وستاشر سنة بمعنى إنه هو أكتر نادي في العالم واخد بطولات ويقول لي عم أكتر ما تقفرش هو الثالث الأول انترناسينالي الأورجوياني أقول له لو مش مصدقني خش على موقع في الجول اكتب على جوجل تقرير موقع في الجول عن النادي الأهلي كأكثر أنديت العالم فوزا بالبطولات تلاقي موقع في الجول بقولك الأهلي هو النادي الأول على العالم وفي التاريخ بمية وخمسين بطولة في مية وستاشر عام واحد يقول لي لا انترناسينالي برضو واخد أكتر أقول له لا لما تم حساب البطولات تحت انترناسينالي حسب البطولات الرسمية والبطولات الغير رسمية ولكن لما لجأوا لحساب البطولات الرسمية ظهر أن النادي الأهلي هو النادي الأول على العالم وفي التاريخ فوزا بالبطولات مية وخمسين بطولة في 116 سنة منذ تأسيسه وتاني بقولك انا اصلا واخب المعلومة دي من تقرير موقع في الجول موقع محترم جدا اكيد كلكم تعرفوه فاذا ادارة مكتشفين المواهب دي لما اشتغلت وعملت على وجود حلول وافكار تخلي اللعيبة المحترفة لو مش هيمشوا النادي الاهلي يقدر يجيب لعيبة تانية مش مصريين ومحترفين لقوا ان انت تقدر تلجأ لحل انك تجيب لعب فلسطيني فلاقوا ان عندك زي وسامة ابو علي لقوا في ياسر حمد وميشيل ترمانين ياسر حمد مدافع متميز جدا 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 ويمكن احنا تابعناه في الدور المصري في النادي المصري بالتحديد وبعد كده يتنقل لبعض الاندية والان هو يلعب فيه الدوري الهندي ياسر حمد مدافع طوله 187 سنطي عنده 26 سنة ولسه لي مستقبل مدافع جيد جدا يجيد اللعبة بالقدم بالرأس ارقامه كمدافع وكتاكلنج وككليرنس واستخلاص للكرة متميزة اه اكيد عشان اكون واضح معاكو مفيش حد هيدخل النادي الاهلي افضل من محمد عبد المنعم حاليا واللي عايز اقوله ايضا ان ياسر الراهيم حاليا اصبح مستوى يقارب وبشدة محمد عبد المنعم ان ما كانش اللي اتنين بقوا تقريبا في مستوى واحد من القوة والتركيز والصلابة الدفاعية وان اي مدافع هيجي تاني من برة ما اعتقدش ان هو هيلاقي مركز اساسي في ظل وجود هذان العملاقان الموجودين في دفاع النادي الاهلي ولكن النادي الاهلي بيسعى للامام يعني هذا الاهلي بيفكر فوق قدام زي ما كانت المحمود الخطيب وعد محمد عبد المنعم ان هو هيسمح له بالاحتراف في نهاية هذا الموسم وستتقبل العروض بعد كأس الامم الافريقية وذلك لزيادة ثمن محمد عبد المنعم وزيادة فرص التحاقب الاندية الكبيرة فاكيد الاهلي بيحضر بديل من البودرة الموجودين على الساحة دلوقتي الاهلي ممكن يجيبهم ابرزهم كان زين الدين بالعيد بس زين الدين بالعيد عشان الاهلي يجيبوا لازم يمشي احد المحترفين وحتى الان لم يأتي اي عرض رسمي لاي محترف في النادي الاهلي يلقى قبول واستحسان ادارة النادي الاهلي فاذا انا حلها ازاي ان انا جيب لعب فلسطيني ازاي اللعب فلسطيني بيعامل بنفس معاملة اللعب المصري وبتبقى جنسية فلسطينية جنسية مصرية فلا يحسب لعب اجنبي فاذا نسام ابو علي خلاص بيخلص مع النادي الاهلي وياسر حمد وميشيل ترمانيني اللي بيلعب في نادي كازمة الكويتي والاتنين يعتبر متاحين تقدر انت تجيبهم واحد ثمن ومتين الف دولار او يورو والتاني ثمنه تقريبا ما يقارب من ربعمائة الف يورو لو جبت ده بنص مليون يورو وده بمليون يورو او بثمنمائة الف يورو او ثمنمائة الف يورو ودايما الشعب الفلسطيني هم اخوتنا وحبايبنا وجراننا واشقاءنا وكل حاجة بس هالي النادي الاهلي انهى الصفقتين زي ما بعض المواقع ممكن انت تقرأ فيها حاجة زي كده لا النادي الاهلي ما انهىش الصفقتين لسه ولكن الصفقتين على رادار النادي الاهلي وعلى رادار كولر وسام ابو علي يعني بيفعل المستحيل من اجل الالتحاق بالنادي الاهلي الاهلي ويضغر على النادي بشدة ويضغر على النادي بكل ما اقوتي من قوة ان هو يرحل ال النادي الاهلي العرض المالي كان مليون وتلتمية رفع مليون ونص وغالبا رفع مليون ونص و living in Korea وده يكون اخر عرض مالي يقدم من النادي الاهلي وبنسبة كبيرة النادي السويدي بيحاول بس يزود سعر وسام ابو علي واعتقد ان هو يقبل بمليونнак tous وسيأتي وسام أبو علي الى النادي الاهلي بازن الله وسام أبو علي كمان نتكلم ان هو ما عنده مشكلة تنازل عن باقي مستحقاته للنادي السويدي. وسبب خناية مجلس دارة الزمالك هو يا جماعة عشان برضو نكون ماضحين هي مش خناقة هو اختلاف وجهات النظر يعني آآ نص مجلس الادارة عايز معتمل جمال يمشي وتم اقلته يجيبه مدرب اجنبي ونص الاخر عايزه يكمل الموسم كله مع نادي الزمالك هو خلاف وجهات النظر هنشوف او اختلاف يعني مش خلاف ايه اللي هيتم و ايه اللي هيحصر وهل معتمل جمال سيكمل مسيراته التدريبية معناه لزمالك نادي الموسم ام سيتم اقالته بمنصب مدير الفني وتعيينه مدرب عام وتعيين آآ بدلا منه مدير فني اجنبي سواء بقى افودة او غيره. كان مع اخوكم صراحة عمرو عطر في قناة صبحة صحب الكرة شوفك ان شاء الله فيديو جديد سلام عليكم.